لم تشهده سوريا من قبل العلماء وقفوا في حالة ذهول غير مصدقين ما يرونه أسرار عمرها آلاف السنين أصبحت بين أيديهم الآن لتحدد لهم موعداً مع عالم الثراء والمال كشف أثري نادر اكتشاف بلدة بأكملها مليئة بالأثار النادرة توسيع عمليات التنقيب في الأماكن المجاورة بعد رصد علامات قد تقود إلى اكتشافات حديثة فما القصة وماذا وجدوا بالداخل الدراسات التاريخية والمؤرخون أجمع أن منطقة بلاد الشام تخفي أكثر من أربعين حضارة في باطنها جميعها مرت بسوريا وهو الأمر الذي يجعلها منطقة مليئة بالأسرار والكنوز التاريخية لكن تحتاج إلى البحث والتنقيب من أجل العثور عليها واستخراج جزء من أغلى ثروات العالم مؤخرا دخل العديد من الخبراء الأجانب من عدة أول أوروبية إلى منطقة سوريا لأول مرة وذلك من أجل القيام بعمليات تنقيب وبحث موسعة بهدف الكشف عن الأسرار التاريخية في المنطقة فالتي يعتبرها معظم المؤرخون لا تزال صندوقا مغلق لم يطيقوا الصبر على الكنوز التي أبهرتهم وقراروا إعداد العدة وتجهيز الأدوات اللازمة بهدف العثور عليها وجاءوا لاستخراج الدفاء من باطن الأرض واكتناز الثروات النفيسة جلبوا معهم أجهزة حديثة ومتطورة بإمكانها الوصول إلى أعماق تصل إلى خمسة أمتار تحت الأرض وسهلت هذه الأجهزة من عمليات البحث والتنقيب بهدف الوصول إلى تلك الثروات القادرة على تغيير مستقبل دولة بأكملها حال الاهتمام بها على نحو المطلوب وفي الشمال الشرقي من البلاد كثفوا جهودهم حتى جاءت النتيجة بأن عثروا على بلدة نائية مهجورة تعود إلى العصر الحجرية ويصل عمرها إلى 12800 عام الخبراء عثروا على تلك البلدة الأثرية بعد أيام من القيام بعملية بحث وتنقيب في المنطقة ولم يكن سكان المناطق المجاورة يعرفون بأنها أثرية متوارية بجوارهم حقا إنها تزخر بالكنوز والذهب والمقتنية الأثرية النادرة التي لا تقدر قيمتها بأي ثمن اتشاف تلك البلدة الأثرية سيوفر لهم معلومات وتفاصيل مهمة عن تلك الحقبة الزمنية التي عاش فيها الناس في هذه البقعة الجغرافية والتي تعد من أكثر الحقب الغامضة التي يجهلها المؤرخون ويريدون معرفة خفياها وأصبح بين يد الخبراء الآن قيمة تاريخية كبيرة دون الحديث عما يمكن العثور عليه مع توسيع عمليات البحث والتنقيب في الفترة القادمة عمليات التنقيب ما زالت مستمرتان في سبيل اكتشاف كميات كبيرة من المقتنية الأثرية النادرة التي كان يستخدمها القدماء الذين عاشوا في البلدة الأغرب أن مئات السنين مرت على سكان تلك المناطق وهم لا يعلمون بقيمة الثروات الكامنة أسفل أقدمهم المؤشرات والدلائل تقول إن محيط البلدة الأثرية يحمل في باطنه الكنوز والدفاء باهظة الثمن ولم يكن الأمر مجر كشف عادي ولكنه حمل الكثير من الأسرار المذهلة عن حقبة زمنية حملت خرائط المعدن الأصفر في بلاد الشام نعم اكتشاف هذه البلدة يعد بمثابة العثور على كنز ضخمة لما ستقدمه من تفاصيل ومعلومات للعلماء والخبراء والباحثين ليس في سوريا فقط ولكن حول العالم فهل تعتقد أن الكشوف الأثرية التي تمت في تلك المناطق من قبل كانت كافية للوصول إلى تلك الكنوز؟